مثل ما ذكرنا قبل قليل كان اليوم افتتاح الجناح الوطني لسلطنة عمان المشارك في بنالي المندقية الدولي للفنون في نسخته التاسعة والخمسين تحت رعاية صاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم بن طارق السعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب السمو أكد أن هذا الجناح يأتي ضمن الاستراتيجية الثقافية لرؤية عمان 2040 التي تعزز التواصل والحوار الثقافي على الصعيد الخارجي أيضا سمو شكر الأعمال التي عرضت في هذا الجناح كذلك شكر كل القائمين والمنظمين من وزارة الثقافة والرياضة والشباب هنا مشاهدين معي ويسرني أن أرحب بالفنانة بدور بنت عبدالله الريامية المشاركة في جناح السلطنة في بينالي البندقية الدولي للفنون مساء الخير بدور ومبارك لك هذا الإنجاز وهذا الفخر العظيم للفنانة العمانية التي تشارك في بينالي البندقية شكرا خديجة أبارك أيضا لزملائي الفنانين المشاركين هنا والفنانين المتواجدين على أرض السلطنة لأنها بصراحة لأن هذه المشاركة تمثلنا جميعا تمثل الحركة الفنية التشكيلية للسلطنة بشكل عام أنا هنا لا أمثل نفسي فقط أنا أمثل الفنانة المرأة الفنانة وأمثل الفنان أيضا وأمثل بقية الفنانين التشكيليين في السلطنة جميل جدا أبو دور لو نتكلم في البداية لما جاتك فكرة أو أعرض عليك فكرة مشاركتك في بينالي البندقية إيش كان شعورك خصوصا وأنك حكيت لي قبل أنه كان حلم بالنسبة لك لما كنت طالبة بينالي البندقية كانت زيارة بينالي البندقية دائما أضعها في الجدول بقدر الإمكان أن أأتي لزيارته لأنه يمثل في الحقيقة الأفضل على مستوى العالم بإمكان الإطلاع على الفن التشكيلي في كافة قارات العالم والمشاركة هنا دائما تكون نوعية أيضا تحرص كل بلد على المشاركة النوعية على إظهار الجناح دائما بالصورة الأمثل والأفضل لذلك لنقل أنا الآن في مسابقة أو في بينالي الأفضل على مستوى العالم بالتأكيد هذا شرف حتى ليس فقط للسلطنة وأيضا لدول العربية والدول المحيطة والإقليمية جميل أبو دور لو نتكلم أيضا عن العمل الذي شاركتي في اليوم والذي شاهدنا وأيضا ربما أغلب العالم شاهدوا والحضورة اللي كانوا حاضرين اليوم في بينالي البندقية عمق البنالي وأيضا عراقته وأيضا مرتادي البنالي ماذا يعني لك؟ كما قلت سابقا مشاركة كانت مهمة لتوضيح أيضا ماذا يحدث في السلطنة بالحركة التشكيلية العمانية الآن نحن نعرف ما الذي يحدث أمام أهم النقاط وليس فقط الفنانين التشكيليين ثم تنقاد هنا وثم إعلاميين متخصصين يحضرون من كل أنحاء الدول من كل أنحاء الأرض لكي يشاهدوا الفنانين ويكتشفوا أيضا الفنانين التشكيليين لهذا أعتقد بأن يشكل لي تحدي وتحدي لتمثيل السلطنة وتحدي لي أنا كفنانة تشكيلية ماذا سأعرض وماذا أعرض؟ جميل جدا بدور شاركتي في معارض مختلفة حصلتي على جوائز أيضا مختلفة مشاركة البناء لحضور اليوم الناس ولما كنت تشرحي لهم العمل إيش كان الشعور الحالي لبدور في تلك اللحظة؟ أولا كان شعوري مليء بالغبطة والمسارة ليس فقط لعملي للنجاح العام للجناح العماني بأمانة أغلب الآراء كانت تبارك الثيمة كانت تبارك طريقة عرض الأعمال والفنانين المشاركين كنا نشكل وحدة واحدة أما كأنا ولله الحمد كانت هناك آراء إيجابية ما وصل لي على الأقل من خلال الصحفيين والنقاد بأني استطعت أن أمثل بشكل ما وجه معين للسلطنة كانت متواجدة بجبالها كانت متواجدة بعمق العلاقة بين الإنسان وهذه الطبيعة وأتمنى أيضا أن من يستطيع الحضور بالتأكيد يهمني رأيها ويستطيع وإن شاء الله ربما هناك خطة لنقل الأعمال لاحقا إلى السلطنة بإمكان المهتمين والمتذوقين أن يروا الأعمال أعمالي أنا وبقية زملائي أيضا وإيضا هي فرصة لما قدر يحضر للبينالي ويحضر في البندقية ويشاهد هذه الأعمال يشاهدها على أرض السلطنة بدور نحن نبارك لك مرة أخرى هذا الإنجاز وهذه المشاركة التي نفخر بها حقيقة وكلمة أخيرة تحب أنك توجهيها أولا من يستطيع الحضور فليحضر لأن المعرض سيستمر إن شاء الله لستة أشهر القادمة أعتقد سيغلق في نوفمبر فمن الجيد المشاركة بالحضور بالدعم من المهتمين المتذوقين الفنانين التشكيليين أعتقد بأن تمت مساعدة من يحب أن يستفسر أكثر من الوزارة وعند بواسطة الفنانين أن يسأل وإن شاء الله سنحاول بقدر الذي نستطيعه لزيارة هذا المعرض تجربة زيارة البنالي فرصة لا تفوت للجميع فإن شاء الله نشوف من يستطيع أكيد والجو مثل ما أنت شايفه تنطر وبرد فأكيد سيستمتعوا بالتجربة بشكل عام بإذن الله شكرا لك بودور وأيضا شكرا لكل الفنانين اللي شاركوا كان حضور جميل اليوم في الافتتاح أيضا ما شاء الله كان زوار من مختلف دول العالم حاضرين هذا المعرض يضع مكانة الفنانين العمانيين بين صناع الفنون في مختلف دول العالم عراقة البنالي أيضا استقطابه لمختلف الفئات من الجماهير مختلف من المتذوقين العمانيين يوضح مكانة السلطنة الحقيقية من الناحية الثقافية والناحية الفنية هذا كل ما لدينا الآن عبد الله الأجواء جميلة جدا الأمطار بدت تزيد وأيضا البرد بدت يزيد فنحن كذا نستودعكم والله ونلتقيكم إن شاء الله فيه عمان شكرا يا خديجة وتحية لكل الفريق لو أننا كنا حابين نشوف الأجواء الخارجية بس عرفت بسبب الأمطار اضطريتوا لكل داخل مكان مغطى حتى تقدمونا تحية للفنانة بدور ريامية وتحية لكل الفنانين لأستاذ أنوار سونيا لأستاذ حسن مير وكل المشاركين في هذا المعرض التشكيل وأنا أغبطكم على حفاوة كذلك لاحظوا من خلال المشاهد صاحب السمو وتفاعله مع كل المشاركين وهذا شيء يثلج الصدر الله يوفقكم وتحية لك يا خديجة أبدعتي وأشرقتي من خلال هذه